من يراقب من ولمن السلطة الأعلى في عراق الأحزاب والميليشيات الطائفية لكن يبدو مدهشا وغريبا أن يخرج بيان لميليشي حزب الله في العراق عنوانه سنراقبكم عن كثب بعبارة التهديد والوعي تحدثت الميليشيات مع البرلمان فقالت إنها ستكشف أسماء وعناوين وصور النواب الذين قد يخلون بنصاب جلسة التصويت على قانون إخراج قوات الاحتلال الأمريكية والذين سيمتنعون عن التصويت عليه تهديد الميليشي يرى فيه المراقبون أمرين الأول فهي تكشف وبصورة أوضح من سابقاتها أن نفوذ الميليشيات في العراق تعدى مرحلة السيطرة على الوزارات ومفاصل الأجهزة الأمنية والاقتصادية في العراق إلى الوصول إلى البرلمان وتهديد أعضائه علنية أما الأمر الثاني فيظهر على شكل إصرار ميليشي الحشد على إقهام العراق في الصراع الأمريكي الإيراني وجعله ساحة أولى لهذه المعرك لا سيما أن المسافة بين الخصمين باتت صفرا وقد تستخدم لذلك شتى السبل فالاحتلال أمريكي للعراق ليس وليد اللحظة ليتحدث قارة الميليشيات عن ضرورة إخراجه من العراق بدعوة وطنية والاستقلال والسيادة ترى أين كانت تلك المفاهيم طوال تلك الفترة الماضية ولماذا تلوى أعناقها اليوم أمام النفوذ الإيراني الذي لا يخفى على أحد جواب ذلك التساؤل يكمن في الولاء العقد للمرشد الإيراني خامني الذي لا يخجل قارة الميليشيات الطائفية من إظهاره وتترتب عليه كما يرى الكثير معدلة مفادها كل شيء في العراق مباح ومسموح لطالما يصب في مصلحة إيران لذلك يتسابق المسؤولون الحكوميون على المحجة في طهران لاتخاذ القرارات المصيرية وحسم القضايا العالقة بين فرق العملية السياسية وبين لحن الوطنية الجديد الذي تعزف عليه الميليشيات زورا ولحن العراق الذي ينشده أبنائه في ساحات التظاهرات تدور أيام العراق بانتظار انتصار إرادة الشعب طال الزمن أو قصر الوطنية Twin